القارة العجوز باتت قريبة إلى الحرب أكثر من أي وقت مضى ليس ذلك جتهاد من محلل سياسي أو مراقب للتطورات الأخيرة في القارة الأوروبية بل تحذير أطلقته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تعليقا على تصاعد التوتر مع روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية وبشأن الأزمة ذاتها جرت محادثات بين مسؤولين أمريكيين وروس في العاصمة النمساوية فيينا ليخرج المبعوث الأمريكي لدى المنظمة الأوروبية ليؤكد أن على الغرب الاستعداد لاحتمالات التصعيد العسكري في كييف بينما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن بلاده لا تعلم تحديدا الطريقة الذي سيسلكه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهل سيختار الدبلوماسية والحوار أم سيستمر في مسار المواجهة والعدوان التصريحات الأوروبية والأمريكية القريبة من التشاؤم تأتي بالتزامن مع مقترح تقدم به أعضاء ديمقراطيون بمجلس الشيوخ الأمريكي ينص على فرض عقوبات عن الرئيس الروسي ومساعديه وتقديم مساعدات مالية وعسكرية لكييف من أجل التعامل مع الغزو الروسي المحتمل في حين وصف الجانب الروسي المحادثات مع القوى الغربية بأنها غير ناجحة وصف عززته تصريحات وزير الخارجية سيرجي لافروف التي أكد خلالها أن روسيا مستعدة لكافة الاحتمالات في ملف التوتر مع الغرب متهما حلف الناتو بتعزيز وجوده العسكري قرب الحدود الروسية وبالنظر إلى تصاعد احتمالات الحرب بين الغرب وروسيا فإن العالم ربما يكون على موعد مع تغيرات دراماتيكية قاسية فيما يتعلق بتوازنات القوى وخراءة النفوذ الاقتصادي والعسكري للأقطاب الكبرى بما قد يؤذن بصياغة مرحلة جديدة من العلاقات الدولية وفق ما ستسفر عنه نتائج تلك الحرب المحتملة ترجمة نانسي قنقر